السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوان الشعب التونسي ينقذ بلاده وليكن في علم التوانسة أن إفلاس البلاد لن يمر دون ثورة عارمة ترمي بالنهضويين المتسببين في ذلك وعملائهم خارج الحدود التونسية أو في السجن مرة أخرى وسينقذ الشعب بلاده بالعمل ورفع الإنتاج وترشيد الاستهلاك وستصلنا الإعانات من الدول الصديقة والإنسانية وكل ذلك سيطبق بواسطة لجان إنقاذ قوية تراقب وتتصدى لكل مخالف للتعليمات أما عن خطر الإرهاب السلفي فسيرد الشعب الساعة ساعين وستتم مراقبة المواطنين لكل ملتح ولابس شلاكة وجلباب وستراقب المساجد وستفتح السجون أبوابها لتستقبل الإرهابيين هذا إن لم ينتهي الإرهاب من تلقاء نفسه سنتهر البلاد من الخونة وسنحاسبهم عديا وسيحرمون من المواطنة طيلة حياتهم ويحمل أبناؤهم واسبط عار الخيانة مهما طالت حياتهم تحية تونس ولو قدم الشعب حياته فداء لحياة الوطن أما ما يجري الآن من حلول المذلة والسياسة الغامدة لن تكون إلا ضد الشعب السياسة الغامدة لن تكون إلا ضد الشعب الرعواني النجم الأسود منقض تونس من الإنهيار يتحرك نحو قطر زيارة الرئيس الرعواني التونسي إلى دولة قطر في الأيام الفارضة كان هدفها الارتماء بين أحضان أمير قطر وتقبيل يده لكي يوقف تونس من الإفلاس المحدق بها وحين إعلام الحكومة عن ذلك رسميا فهل تحصل فهل تحصل الرعواني عن ضمانات لذلك ولكن لن يكون ذلك إلا ببيع نصف البلاد إلى القطريين وعندها يدعي المرزوقي أنه أنقض البلاد من الإنهيار وفي هذه الظروف إخواني في هذه الظروف نرى الحكومة الجمنفوتشت التي لا يهمها شيئا من الشعب نرى الوزارات في هذه الحكومة تحديد عريض ما أخذت حتى إجراء للتصدي لهذا الانهيار المحدق بالبلاد والإجراءات الداخلية ولا منها شيء ولا الإجراءات الخارجية ولا منها حتى شيء الإنقاذ من الإفلاس إخواني يلزم دراسة أولية مستفيدة لسنا مختصين ولكن نورد بعض من الإجراءات البديهية على غرب نذكر منها نفع الإنتاج ولذلك لهذا يزم المناخ الملائم لذلك ولا بد من رؤساء المؤسسات هما اللي كونوا هذا المناخ حتى يرتفع الإنتاج المؤسسات ثانيا إعادة أجور الحكومة والرئيس إلى ما كانت عليه وقت بن عليه يعني الرئيس 10 ملايين والوزيلة 10 ملايين ونص ومراجعة الميزانيات لا بد من مراجعة الميزانيات يعني يجب أيضا حدث ميزانية المجلس الفاشل حدث ميزانية المجلس التأسيسي ثالثا رابعا ترشيد الاستهلاك بوسطة وسائل الإعلام خامسا لا بد أن نأخذ كما عملوا في الجزائر معناها في هم سنين عملوا الاستيراد ممنوع لمدة خمسة سنوات ما يجبناش نستوردوا حد شيء لمدة خمسة سنوات نستعملوا إلا الوسائل الخاصة نتعنا بالعكس نحاولوا باش نخرجوا السرعة نبيعوها البرة أما ما نستوردوا حد شيء وتشوفوا أخواني في الفضاءات التجارية طوكي مكرفور وفروموغرو وخيرو وفرمتي والله تروا أن البضاعة الموردة هي كثيرة وكثيرة جدا في الأسواق التونسية هذه يجب أن نحبسوها نهائيا نلقاه حتى البحرونة جايبينها من طالع يبيعوا فيها في تونس إجراءات أخرى سادسا التنقيس من الوالدات الصينية هذا أيضا فيه انخرام لأتجارة داخلية والبضاعة سابعا والبضاعة التونسية في الفضاءات الكبرى تعج بالخيرات الموجودة ولا فائدة باش نسان يتخلى على هذه الخيرات ويمشي يساركا البضاعات الصينية ثامنا يعني ذبح الأغنام مرة في الأسبوع وهذا يكفينا يعني شر الاستيرات في هذه الحالات تأوى حكومة نهضة تشيب في اللحوم من خارج فهمت الله وتضرف في الصفقات وتضرف في الملايين أن يضحى ونضحوا كل واحد عنهوش وكذلك ما عادش نحبه نمشيه للحج ما نحجوش لمدة عامين أو ثلاثة حتى الرشع ومصريف نتعمى وهذا حلال محمل ثم ما عادش باش نتبع الآرقان خليني نقول لماذا زال خلاص الجباية لا بد من خلاص الجباية لأنها هي يعني من عوامل إنقاذ الخزينة التونسية ولمن خلاص الجباية راهوا ما قالوا الحبس لا أكثر ولقل سواء كان محامي وهالناس هدوما رم يسرقوا معناه أغلبيتهم ما يدكلاروش وبعض الأطباء الكبار اللي عندهم الفلوس واللي يسوروا حتى عشر ملايين في النهار راه الناس عندها والمقاولين رابرشة ناس عندها كثير من الشركات الخاصة ما يدكلاروش ما يحدثوش في الجباية هدوما الناس يا أما يدكلاروا الجباية ويا أما المحكمة والسجن لا أكثر ولو حل الخروج للخارج يجب أن يكون مراقب للسياحة أو لأغراض الأخرى يجب أن نشجعوا الاستثمارات في الداخل وفي الخارج يجب أن نعودوا ونرجعوا السياحة إلى حالها وإلى ما كانت عليه وإذا كان يلحف واحد سلفي باش يقلق واحد سايح مهما كان كلامه يهزوه الحبس يزمش الحبس هو يرجع يعني للسلفيين امتاعه نحن ما نحبوش الزلوس الباردة تحلقنا يجب الحكومة أيضا ترفع الدعم موش وقت دعم دعم المواد الأساسية يجب أيضا الاتحاد يلم خرمه منع الإضرابات عنواي بالمواطن يجب المواطن يعني نملع الإضرابات منعا تاما منع أيضا الزيادة في الأجور وهذا بعد أدراسة وإذا كان يلزم نعطيه نصف شهرياتنا أو نصف معناها لبونسيون لتنات متاعنا فيا حب ذات يعادة النظر في رجنامة العطم التي فرضتها النهضة أو كذا أو صلاة أو نهار كذا يلزم خدمة دعنا كرون تويتر برسمان العمل قبل العبادة العمل قبل العبادة العمل قبل العبادة حب من حب وكره من كره ولكن الضغط عن الأسعار لا بد أن يراعى لا بد أن يراعى الإجراءات الخارجية هذا موضوع أخ بارك الله فيكم بارك الله في